لا أحد يعلم إلى أين ستتجه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد تعليقا على زيارة المستشار رئيسي لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي وليام روباك إلى مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري إن هذه زيارة هي لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي لهذه المناطق نافيتا أن تكون هدفها إفشال مفاوضات مع نظام السوري وشددت على أن هذه زيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة ليست جديدة وقد تركزت الأحاديث خلال هذه زيارة على قضايا إعادة الأعمار وتأهيل البنية التحتية معتبرة أن هذه الموضوعات مهمة جدا وهم كإدارة ذاتية يرحبون بمثل هذه الخطوات الأمريكية باعتبارها تصب في مصلحة السوريين وبخصوص آخر المسجدات حول المفاوضات مع نظام وما يتردد عن تعثرها جراء رفض الأخير منح الكرد حكم ذاتيا لإدارة مناطقهم قالت إلهام أحمد لا جديد حتى الآن في المفاوضات مع دمشق وننتظر عقد لقاءات جديدة ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد لقاءات مقبلة النظام لديه مشروع للإدارة المحلية ولا يمكننا القول أنه تم قبول أو رفض الإدارة الذاتية باعتبار لقاء المشترك في دمشق مؤخرا يعد لقاء أوليا وبالتالي ليس من الصحيح الحكم عليه لكن نحن من سنحدد مصير سوريا هذا ما نعلم